تأهيلي معلل الإطار الطبي المنتخب ذكروا اللي جليل القادر زادة وجه الدعوة للاعب بارما الإيطالي أنس الحاجة محمد لالتحاق مقار تربص المنتخب التونسي الأول في تعويض لللاعب ليس العاشوري والجامعة قررت بعد تنسيق مع الأطراف المعنية تمكن أطفال والنساء مجانية الدخول اليوم في مقابلة اليوم تشكيلة منتخبنا نذكر وهبيهويس وهم ياسر نعطي تشكيلة المحتمل للمنتخبنا في مقابلة الليلة حراس مرمى بشير بن سعيد على اليمين وجدي كشريدة في قلب الدفاع ياسيم ريح منصر الطالبي على الجهة اليسار علي العابدي وصل ميدان اليس السخيري عيسى العيدوني حمزة رفيع في الخط الأمامي نعيم سليتي على اليمين يوسف المساكني على اليسار هايثم الجويني مهاجم صريح منتخبنا كان أنهى البارح لخميس تحذيراته للمقابلة العناصر الوطنية قامت بحسطة دربية أخيرة وركز من خلالها المدرب جلل القادر على الكرات الثابتة وبعض المسائل الفنية الأخرى بتشكيل المحتمل للمنتخبنا نلقا وتبديل على مستوى حراسة المرمى بشير بن سعيد اليوم وهبي هويس بشكون بنسبة كبيرة هو حارس المنتخب لحقيقة فما برشة تخبط خاصة في مركز حراسة المرمى كأس إفريقيا التي تعدات رينا بشير بن سعيد ثم أيمن دحمان تقلق ولا أيمن دحمان حارس الأول في مباراة اليابان وكوريا المباراة الأولة هزيمة كبيرة للمنتخب التونسي أيمن دحمان ثم المباراة الثانية نلقا في مباراة اليابان للحارس معز حسن لأنه معز حسن زادة معجبش الإطار الفني هنا نطرحه سؤال لأنه إذا كان أنت اليوم حطيت معز حسن في مباراة ثم نلقا اليوم بشير بن سعيد في مركز حراسة المرمى كيف كيف هنا برشة أسألة وهو كما مثلا جلال قادري قال أنه استدعى أيمن دحمان مثلا لأنه يعتبره من ركاز للمنتخب مثلا نعطي إكزامبل صار في إسبانيا لويس الريكي في وقت ما ما استدعاش مثلا دافيد ديخيا وسرخي وراموس والزوز نعرفوهم ملعبية كبار وتحمل مسؤولية لاختياره متاعه وحدد حارس مرمى آخر كان ينجم للمدرب جلال قادري إذا كان أنت مقتنع بأيمن دحمان وتعتبره الحارس الأول حطه الحارس الأول لأنه إذا كان كل مباراة بش نقعده نعتمده على حارس مرمى حتى الليني ديفونسي في الكل وحتى الملعبية الكلية هو حافظ على خط الدفاع إذا فهم حاجة إيجابية اليوم تحسب راه ياسين مريح منتصر الطالبي وعلي العبدي على جيري سار هذو هما ثلاثة محافظين على ما كانهم في التشكيل الأساسي المنتخب هذه نقطة إيجابية نشوفه فيما ملعبية يعني تقريبا التالي الملعبية طالبي ومريح هما تقريبا أكثر ملعبية يكونوا موجودين وعلي العبدي على جيري سار وعلي العبدي إلا في بعض الحالات يكون علي معلول لكن على أغلب الوقت يكون علي العبدي ظهيري سار علي مرة نلقاو دراجر مرة نلقاو كيشريدة اليوم الحقيقة منجموش نلقاو الزعلوني في أول مباراة رسمية بيش نرميوه يلعب خاصة أول مباراة في التصفيات لكن وجدي كيشريدة بلستو ما ينجم مثاله حتى في وجود دراجر وجدي كيشريدة منجموش نستغنو عليه تماما كل توفيق لمنتخبنا كان ناخذ أرقام على منافسنا اليوم منتخب سوتومي أكيد الناس اللي ما تعرفوش شكون منافس المنتخب اليوم في التصفيات وهنين حب نحل القوس مثالش إن شاء الله منتخبنا ما يسسهلش المقابلة راهم عادش نعرفو على مفاجآت كورة القدم الأفريقية يلزم ناخذوا كل مقابلة بكل جدي شنو أرقام لي عنا وهبي على منافس منتخبنا اليوم كان نحكيو على المنتخب سوتومي في آخر مباراة لي آخر مباراة لعبها رسمية ترجع بتاريخ عشر سبتمبر اللي تعداد انهزم ستة سفر أمام المنتخب نيجيري يعني المنتخب هذائي في أرقامه كنا نرجع نشوفه عنده برشة هذائم كارثية نحكيوها أمام منتخب غينيا بيساو واحد سفر أمام منتخب نيجيريا أيضا انهزم بعشر أهداف أمام منتخب غينيا بيساو خمسة أهداف مقابل معنا نقولوا فرصة اليوم ليوسف المساكني بشي والي هدف التاريخي لمنتخب فهم الفرصة ها فرصة اليوم بيسايلش خلي ويوسفها هاوكا الحقيقة أمير الحقيقة كي أنا طوما نجيها نقول ملا سازهلوش المنافس اما انتي كتعطيني أرقام هكا عشرة سفر وستبليش أمير رو نحكيو على الأرقام نعرف المنتخب هذائي وجميع اللي تبعوا فيه نحكيو بإذن الله المنتخب بشي ربح لكن شخصيا كيريت برشا محلين نريتهم بيحكيو على مباراة اليوم يعني نس نعرفوا ما غير ما نسميه لكن برشا ناس تحكي مباراة سهلة وش نربحوا ثلاثة واربعة شحيح لا ماذا بينا أكثر ثلاثة واربعة نحن نتمناو يكون أكثر لكن ما نستصغروش وما نستضعفوش لمنتخب هذا لكن نعطيه حقه لأنه نعرف ومثلا منتخب نيجيريا يسحق هيك العشرة هيك العشرة معنا هذا هو اللي نقوله معنا إضاعة على خطر من بعد رأيشوف هي تصفيات المونديال ومن بعد بش نرجعوا الأهداف المدفوع والأهداف المساجلة وهذا نحكيو مثلا على منتخب نيجيريا المدجج بالنجوم العبادة اللي ما تعرشت نيجيريا مثلا فيها فيكتور أوسيمان مهاجم اللي هو ما كانش حاضر لبارح لكن فيها مهاجم يلعب في نابولي نحكيو لبرشة ملعبية كبار في منتخب نيجيريا المنتخب هذي على فكرة نيجيريا فيه أقل حاجة خمسة مهاجمين رأس حربة من الطرازة رافية البرح تعادلوا مع منتخب ليسوثوا واحد واحد وفي نيجيريا باش نعرفوا اللي هنا علاش قتلك ربي بشرك بالخير ما يزمناش نستحقلوا المنافس نعطيه حقك نعطيه حقه نجم ونلعبوا كورتنا ونلعبوا كرة مزيانة ونفرجوا الناس اللي باش نمشي تفرج حتى نحنا كيف باش نتفرجوا كيف كيف باش المنتخب هذي يخوا حقوا لأنه مهاش منتخب قوي ان شاء الله كل توفيق لمنتخبنا ذكر مرة اخرى تشكيل المحتمل لمنتخبنا حراس المرمى البشير بن سعيد علمين وجدك شريدة قلب الدفاع ياسيم ريح منصر الطالب علي سار علي العابدي وسط الميدان الياس السخيري عيسى العيدوني حمزة رفيع الخط الأميم يعلمين نعيم السليتي علي سار يسلم ساكني قلب هجوم هايثم الجويني بطبيعة هذه التشكيلة المتوقعة والمحتمل لمنتخبنا اليوم الثمانية متعلي لمنتخبنا الوطني يستهل بطبيعة المشوار وانتلاق المغامرة للتأهل لمونديال عشرين ستة وعشرين الثمانية متعلي بيدارة الحكم النجيري أوغابور جوزيف المقابلة ستكون منقولة على التلفزة الوطنية الأولى الثمانية متعلي كل التوفيق لمنتخبنا الوطني لتونسي اليوم الناس اللي حمتمشي لإستاذ بطبيعة الدخول بشكون مجاني بالنسبة للأطفال والنساء وكذلك المقابلة ستكون منقولة تلفزين على وطنية أول ماذا بينا نكون موجودين بأكبر عدد في ملعب المقابلة تسجيع ومساندة منتخبنا الوطني هكذا نكون وصلنا لختم استادميد لليوم شكرا جزيلا شكرا 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 شكرا